اشتركوا في القناة وهو العزيز الضفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كهرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زيننا السماء دنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا أرقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكان تميز من الغير كلما أرقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتدوا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لهم ما نسمع أو نعقد ما كنا في أصحاب السعيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو النطيف الخبير هو الذي جعل لهم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكروا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تغرور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكير فكان لكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبط ما ينسكهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا مما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما ألم ذير مبين فلما رأوه سزفة سيئة تقجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تتدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيء الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في طلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معي